مرحبا برج الزالو اهلا فيكم هو هذا الكرت hole in the soul فراغ في الروح او فراغ في القلب تفسير الكرت وشون يعنيه حق هني كرتاتكم او حق علاقتكم الثلاثية انه في شي رح ينكشف في فراغ انت خلفته او العلاقة نفسها خلفته في قلب الشريك لانه لما اقول فراغ عندنا ايضا طاقة شريكك نجمة البحر تتكلم عن انه ظاهرا شريكك احسا في طاقة تنفيل في طاقة يسوي نفسا الامور بخير انه ما في شي تغير عليه ما في شي نقص من حياته ولكن حقيقة في فراغ كبير في فجوة فجوة في قلب هذا الشخص في مشاعره مشاعره اللي تخص مو بس الحب الشغف حتى انفقد عنده طاقة الشغف لما اقول شغف قاعدة وايدة تشوف هنا عندنا طاقة نار اذا تلاحظون طاقة نارية فهني في شي انفقد او انت انت يا برج الدلو انت احسك اللي قلت ان دام ما راح احصل اللي ابيه من العلاقة او اذا ما راح تمشي الامور مثل ما ابيها ليش هذا الشخص اللي هو الشريك وممكن حتى الطرف الثالث ليش اخليهم يكونون سعداء ليش ليش اخلي اصبح لهم ان تكتمل سعادتهم في شي من سعادتهم لفترة ما كانوا سعيدين بس في شي انت اخذته شي ملكك لان انت عندك الصقر الطرف الثالث عنده الاسد مع قوته مع حجمه ولكن في شي ملكك انت يمكن نفسك يمكن انت سحبت نفسك يمكن انت سحبت حبك سحبت اهتمامك سحبت ممتلكات في شي خفته وهو اللي فرغ سوري وهو اللي خلف فراغ وفجوة في قلب هنا في منطقة جدا حساسة في قلب الشريك الشريك قبل لما انتوا كنتوا خلي نقول متوافقين اكثر مع بعض كان يقدر يحصل كان يقدر يحصل الكيكة ويأكلها في نفس الوقت لانه مجتمعين عنده شخصين عنده الشخصين اللي يبيهم ولكن انت كأنما رفعت الرهان رفعت سقف الرهان صعت عليه الامور وقلت ليش اسمح له لشريكي او حتى للطرف الثالث انه يكون سعيد او يكون مرتاح لانه ما في تهديد دام انا موجوده دام انا راضي ما في تهديد فسويت حركة سويت خطوة او على وشك يمكن التاري يقول لك انت هايلي المفروض تسوي ان تاخذ خطوة تصعب فيها الامور تسحف فيها نفسك تقول اوكي دام ان انت تخون خلني انهي الزواج دام ان انت تخون تبي تتصرف على راحتك خلني انهي العلاقة دام ان انت تبي تتصرف بهالطريق خلني انهي شراكة العمل مهما كان الوضع ومهما كان السيناريو اللي قاعدين تعيشونه مع هاي الشخص يمكن صار لكم فترة مبتعدين او منفصلين لكن الفراغ ابتدى يحس فيه شريكك نجمة البحر بشكل مؤلم في هاي الفترة انت تخلفت واخذت شي من حقك اخذت نفسك مثلا قلت انا من حقي انه اسحب نفسي دام الامور مو ماشي صح مثل ما ابيها من حقي انه انقض انقض واسوي الشي الصعب اللي ما حد كان يتوقعه شنالشي اللي ما حدي كان يتوقعه وانت سويته تجرأت هنا اشوف جرأة جرأة حتى على الاسد الاسد حتى بطرف الثالث ما كم متوقع انه انت رح تسوي هالحركة ما حد توقعها ما حد كان مجهز نفسه هات الطاقة ممكن تكون صارت في الماضي لبعضكم قاعدة تصير في الحاضر او رح تصير في المستقبل استخدموها باللي يناسب وضعكم مع الشريك برج الدلو انت عندك الصقر حيوان هوائي طائر طائر جارح طاقتك انت اصلا موجود في عنصرك وفي اوجه قوتك في الفترة القادمة في العلاقة الثلاثية لما اشوف شريكك عند نجمة البحر سواء انه كان برج مائي او لا بغض النظر معناته خصوصا نجمة البحر دائما تتكلم عن هنا مرة ثانية الفجوات اللي فيها شريكك في الفترة القادمة رح يكون اسهل واضعف مما تتخيل تجاهك انت تجاه الموضوع تجاه مطالبك اوكي ما رح يكون عنده نفس او عنده قوة انه يمكن ظاهريا يقدر يمثل ولكن انت عارف انت الصقر اللي تقدر تلقط الاشياء دائما اقول لكم برج الدلو انت عندكم نفس الاشياء السينية انت تقدر تلقطون انه نعم نجمة البحر هيكلها خشن ولكن داخلها فجوة ما في شيء ما في شيء في فقد في حزن في ألم اوكي الطرف الثالث عند الاسد احس هنا لما اشوف الاسد ما يعني فقط القوة لا يعني الكبرياء في شخص هنا الطرف الثالث انغر اخذ الغرور بشكله ما ادري ليش في مرحة من المراحل يمكن انت حسبر جدال وما كان عندك حيوان الصقر في طاقتك هنا للعلاقة الثلاثية ما كنت الصقر كنت حيوان اكثر اليف اكثر او وجودك كان متهديد كنت مثلا مثل الارنب كنت مثلا مثل الفقر هاي الطاقة الحمل حتى اوكي ما كان عندك هذا الحيوان الشرس او الطائر الجارح ما كان عندك فهني في شخص ما اتوقع لان اشوف نظرتي هنا الاسد احسه عطاك ظهرة وهو يعرف ان غلط الطرف الثالث يمكن عطاك ظهرة وفهم عقب متأخر ان غلطنا سواها يتصرف ما كان المفروض يأمن لك يأمن لك مو ان انت طعنت ولكن انت سويت حركة او على وشك ان تقوم بتحركات ما حد يتوقعها في هاي الالاقة الثلاثية تخليهم اثنينهم تعساء هني الاسد كأنه قاعد يقول لي بتعرف اللي قصة السلحفاء اللي مع الثعلب كأنه في سباق وبعدين لما الثعلب نغرب روحها بعدين مع فترة وفي نهاية السباق شافنا السلحفاء هي اللي فازت ما توقعوا في شيء وايد عكس التوقعات عكس التوقعات انت اللي صح انت اللي قادر تشوف اوكي في شيء صار او راح يصير اثنينهم ما يتوقعونه خربت عليهم شيء اوكي اثرت على شيء خاص منطقة القلب اللي ما عندنا هني عندك الساحر هذا كرتك من احد كروتك برج الدلو كرتك الثاني تعرفونا النجمة هذاك الكاتل الاساسي عندك الغصنين طاقة نارية عندك عندك الغصن الصغير هحسيني انك قاعد تترقب اوكي كأنك هني قاعد في برج مراقبة وتنتظر انت عندك شك عندك احساس دائما برج الدلو اوكي من الابراج اللي حدثة ما يخيب اذا ما كان دقيق 100% فراح يكون قريب من الحقيقة اوكي جدا قريب حدثة ما يروح بعيد في منطقة التوقعات اوكي كل الاحتمالات ضدي كنت انا الخسران ولكن في المستقبل احس ان اذا سويت هالحركة الغير متوقعة العنيفة الشرسة الخطرة اوكي نوع من المناورات عندك طائر مناورة مناورة معناته لو صار في خيانة ممكن اقعد افكي ممكن اقعد اصيح واند بحظي او اني اقف بقوة وارد ويكون رد قوي هاي النوع من الطاقة انها ما رح اظل في الشادوز اني مور ما رح اظل في الخفاء ما رح اظل للشخص العب طاقة الضحية والعب طاقة الشخص اللي خسر انا عارفة هني ان في شي رح يصير حتي يقول لي الساحر يقول لي شفته في حلم تنبأته خبرتي في الحياة بكائي في الحياة عارف ان لما اسوي هالحركة هذا افضل احتمال لي اني اطلع انا الكسبان مو الخسران انا حاليا الخسران او في فترة كنت الخسران بس لحت الان ما انفقد الامل هني في طاقة الامل اقدر اقلب السيناريو اللي الصالحي ونعم هذا اللي بصير في المستقبل في شي انت هني في الغصن الصغير شاك فيه اخبار قعدت ابنيها على الحس بس مو متأكد منها تنتظر الاشارة تنتظر العلامة عندك شيئين وركز معي هني لان الطاقة شوي دقيقة الشي الاول اللي شكيت فيه رح يتحقق بسرعة ويأتيك خبر عنه بسرعة مثلا من تشك ان فيه صار تغير صارت تبددي تطلع مشاكل ما بين شريكك والطرف الثالث من تشك بتشوف عكو فترة وجيزة مو فترة طويلة بسرعة يأتيك خبر انه نعم يأتيك احد منهم رسالة يا منهم يا من اصدقائهم اهلهم معارفهم يأتيك رسول من المعركة يوصل لك اخبار سرية يقول لك نعم ترى فيه بينهم مشاكل نعم ترى فيه صاير بينهم دعل نعم ترى علاقتهم مو قوية مثل ما انت فكرت اشنا نتكلم لكم عن السطحي دائما نتكلم نجمة البحر عن الشي السطحي ظهريا الامور مستثبة بس انت عارف انت حاسبر جدا لانه فيه شي غلط فيه شي سحبنا البصات من تحت احد وصح طاح سقط ووقع فشلون يتصرف هذا الشخص انه ما وقع هذا مجرد تمثيل في الفترة القادمة الشي الاول اللي تكلمت عنه انا رح يأتيك عنه خبر سريع الوقع الاولى وقعات اللي توني قاعدين نشمر حد المشاكل بينهم بداية الانفصال هاي المرحلة الاولى من انتهاء الاعلاقة المرحلة الثانية هي المرحلة النهائية اللي فعلا تسمع خبر مؤكد من فم الحصان من فم شريكك مو من احد ثاني اذا شفت بعد احد ثاني يأتيلك بالاخبار ويأكدلك شي انت حاسه انت لحد الان في المرحلة الاولى يا برج الدلو المرحلة الثانية ان الشريك نفسه يأتي ويدوس على نفسه ويدوس على كرامته ويواجهك ويقولك الحقيقة يعطيك الحقيقة كاملة الحقيقة وحتى لو رجع معناتها شوفوا انا اعطيكم الطاقة ولكن الطاقة معاها شروط الذكي يقدر يفهمها بسرعة معناتها لازم انتوا تلعبون في السيناريو لو شفتوا الشريك رجع ولكن ما يعطيكم الحقيقة كلها وما تحسونا ذليل كل الذلة ما تحسونا انه وصل لمرحلة نستعد انه يعترف اغلاطه نستعد يحط النقاط على الحروف ويعتذر ويدوس على نفسه معناتها لحد الان ما تحقق شرط المرحلة الثانية اتخلونا اتخلونا تحمل مو بس تحمل طولة نفس اتطولونا النفس ان المرحلة الثانية هي اللي راح تطول لانه راح تكون دائما اقول لكم مرحلة اما يصير كل شيء اما ما يصير ولا شيء لازم اصير بالشروط هذي الاشتراطات الساحر عندي اربعة عناصر وفوق علامة الانفينيتي كل شيء بمقدار وبيخلط وبترتيب اي خبر في الفترة القادمة يأتيك من اشخاص ثانين حتى لو شريك شفت ان يحاول يتواصل معاك مرة ثانية يقوي العلاقة انت لحد الان في المرحلة الاولى لا تتنازل لا تتنازل لا تضعف لا ترد تدخل في طاقة الليونة طاقة اللي مستعد اسمعلك مستعد اعطيك من وقتي في امل بيننا في امل لا انت عندك ضائر جارح موقعك قوي وواضح ما فيه ما فيه مساومات بعض القراءات اللي سبقتكم كان فيها طاقة المساومات انتوا ما عندكم للامانة تنتظرون تتحقق المرحلة الثانية بشرطها وشروطها واشتراطاتها اوكي المرحلة الثانية مرحلة ضعف الشريك ضعفة اللي مستعد بينك اوكي انكسارة اللي مستعد بينك ويواجهك فيه ويقولك انا ترى غلط مع الطرف الثالث انا انغريت بنفسي انا ما حسبت للامور اذا ضل بعده في طاقة المكابرة اعرفوا انكم ما وصلتوا معا للمرحلة الثانية فوقتها لا تسمحون لا لا تضعفون ولا تلينون ما فيها طاقة لين شارككم عند الامبراطورة فارس الاخصان فارس النار الفارس اللعوب وكرت القوة برضو الاسد الاسد اللي هني يهني مهما كان يعني هذا الكرت انا اللي اشوفه الاسد اللي هني انتقى لهني لفترة ما اثناء انفصالكم اثناء ابتعادكم نعم جرب شريكك انه يتقرب زيادة يستبدلك حتى بعلاقة هني مع شخص يمكن يكون من برج الاسد انا عندنا اسد طاقة نارية حمل اسد قوس جرب انه شخص جدا جذاب ما راح اكتب عليك يا برج الدلو شخص عنده جدا كاريزما ولكن الكاريزما اللي عنده احسنه هي من نوع اللي بسرعة تنطفي تجرب هذا الشخص مرة مرتين بعدين خلاص تتملل منه تحس ما عنده شي جديد يضيفه خلاص شفته وعرفته سطحي طاقة سطحية طاقة كان اسد شكلي كاسد جربنا طعم حتى كاسد عرفنا هذا الشخص فهني شريكك راحت عنا الفكرة وجات السكرة الاعكس راحت السكرة وجات الفكرة استوعب انه نرجع للطاقة المراهنة راهن بعلاقتكم لكل نكشن اللي بينكم عشان شي بسيط علاقة عابرة علاقة ما تسوى ما تسوى هاللي قاعدة اتشوفها جنك قاعدة تقارن صقر بعصفور طاقة اسد بس طاقة شنو عنا العلاقة هني الديناميكية شنو عنا عنت فعلا شنو اثرت على شريككم ما اثرت وايد لانه نشوف الفارس اللعوب راجع تجاهك انت دائما نقول هاي الطاقة طاقة اللي يفكر انه العشب اكثر اخضرارا على الجانب الثاني خلي انتقل في فرص هناك اروح اشوف انه لا ما في فرص في اشخاص اقل منك وحتى الاستمتاع معاهم اقل من الاستمتاع معاك اللي قاعدة اشوفه هني في خمسة السيوف انه يمكن في فترة من الفترات لما انت والشريك انتوا مع بعض وعلاقتكم كانت على احسن ما يرام وجود اصرار الاسد انه يكون موجود في حياة شريكك اهو اللي سبب المشاكل اهو اللي سبب الانفصال اهو اللي سبب حتى انه ما يكون شريككم موجود 100% موجود بشكل مؤقت كان الشريكه هني بسبب انه هني الاسد عندنا الطرف الثالث كان عنده حضور قوي للأسف حضوره قوي كان حضوره قوي ولكن لما انت سحبت نفسك لما قمت بهاي المقامرة او اذا رح تسحب نفسك في المستقبل ورح فعلا تخليه جرب انه يكون مع هذا الشخص او يتقرب من هذا الشخص على راحته حتى مو باشرافك مو بمراقبتك بيكتشف انه العشب ليس اخضرانا على الجانب الثاني رح يكتشف انه مو هذا اخوة الشخص اللي تعرفون الاوقات ان نمر على مطعم نشم ريحة الاكل او ريحة الشواء جدا جدا تجذبنا ولكن لما نجرب فعلا اننا ناكل من هاي المطعم نكتشف انه الطعم مع الريحة ما يتوافقون عندنا اسد ما انكر عندنا اسد عندنا الريحة عندنا الشكل عندنا الانجذاب الجسدي بس لما نجرب انه فعلا نكون مع هذا الشخص ندرك انه مو هذا هو الشخص اللي احنا نبيه ما قدر هذا الشخص الطرف الثالث اللي ابي اقوله ما قدر يستفز مشاعر مشاعر شريككم الفارس اللعوب رجع دي ما معناه ما قدر يستفز او يضخم مشاعر شريككم لدرجة انه يخلي الشريك يبي يظل معاه لاكثر من شهرين مثلا ما قدر يستفز من عنده هاي المشاعر لما كان معاكم الشريك احس بالعكس انتوا معاكم كان مطمئننا برجدله ما راح يروح مكان كان مطمئنه خلاص برجدله صار في الجيب صار امن عليه راح يظل موجود في حياتنا فقام شوي يلعب بذيله الشريك قام يلعب بذيله يجرب اشخاص طانين يرجع لاشخاص من المستقبل ياخذ راح تاكثر اوكي فشنو صار انقلب السحر على الساحر ففعلا جرب انه يكون موجود مع هاي الشخص اعطى العلاقة جرب العلاقة جرب يكون معاه اوكي ممكن حتى الجسدية لانه ما عندنا طاقة نار ما راح انكر ولكن طلعت السالفة انه مثل الاكل اللي شكله حلوة لكن طعمه جدا سيئ ريحته حلوة طعم ما بقول لك سيئ ما على مستوى التوقعات ما على مستوى التوقعات عندنا اسد شنو اللي صار ليش شخص كان منجذب الى شخص طاقة كريزمته جسده بمستوى الاسد وبعدين نشوفه سحب اذياله وقاعد يرجع حق برج الدلو برج الدلو راح يكون صريحة معك انت من الابراج انت من الاشخاص اللي لما الشخص يشوفك من بعيد ما يقول هذا ذكي ما يقول هذا قوي ما يقول هذا شخص راح يكون وجوده كبير في حياتي اول انطباع ناخذه من برج الدلو انه هو شخص سهل سهل اننا صادقة سهل اننا نكون معاه سهل اننا نحصله في حياتنا ما يعرفون دائما انا اشبه لكم الشي بقمة الجبال الجليدية الجبل لما يكون جليدي في الماء مثل اللي اسقطت اللي سبب في حادثة التايتانيك نشوف فقط القمة القمة تكون جدا صغيرة نفكرها ساخرة راح ندوس عليها وخلاص شكله من بعيد انسان هادئ برج الدلو شكله من بعيد ما راح مثل تهديد للاشياء اللي احنا حاطينها ونبيها في حياتنا ولكن لما نتعرف على برج الدلو لما نحتكتب برج الدلو لما نعاشر برج الدلو شنه يصير يصير في تعلق يصير في تعرفون طاقة اللي جربنا الافضل في الحين اي شخص مقارنة بالافضل ليس هو المطلوب ليس هو المطلوب عند ايضا شريكك اخر كارتين هنا كارت القوة برج الاسد و كارت الامبراطورة احس ان امورة جدا مكركبة على كثر هاي اللي لازم تفهمه تستغله لمصلحتك او لمعرفتك في الفترة القادمة برج الدلو على كثر ما تشوف شريكك ما ظهره جميل يلبس زين يطلع زين يسافر على كثر ما ظاهر حياته يحرص ان ظاهر حياته يبين جيد امام الاخرين امام الناس في السوشال ميديا على كثر ما الامور مكركبة هاي اللي ابيك تستوعبه كل ما شفت يكشخ وينزل صور ويحرص ان اخباره تصل اليك اوكي ويحرص ان انت ما تنسى ويقول لك لو سألت لو تكلمت معاه بيقول لك الحمدلله اموري قاعدة تصير من زينة الى افضل عين ليش هو راجع اذا قدر يحصل فعلا الافضل ليش راجع هنا عندنا هذا هو اتجاه رجعت فارس الاخصان كزينوفا الفارس اللعوب اذا فعلا كانت حياته افضل اذا فعلا قدر يستبدلك بشخص افضل ليش راجع برج الدلو النصيحة لك هنا اعرف قيمتك لا تتنازل حتى لو شركك تحاول بيينلك في الفترة القادمة انه هو بخير وحياته ماشي على افضل ما يرام وانه غير محتاجك انتظر عشان انتظر عشان شروط المرحلة الثانية اللي كلمتك اياها تصير لما يوصل مرحلة مو مستعد او حتى انكسار ينكسر لدرجة انه ما راح يمثل زيادة ما راح يحاول يجمل نفسه زيادة يجمل حياته ما راح يعترف بحاجة لك معناته لحد الان هذا الخبز لم ينضج شريك كمانا بج شكرا 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 شكرا